السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد فرج من قناة محمد استيديو زيكوا جماعة عاملين ايه ان شاء الله النهاردة هناخد درس مفيد جدا ومميز في الدرس ده ان شاء الله هنقدر نزبط الانجل او الزوايا الخاصة بالتصميم بتاعنا من ناحية الخطوط او الشيب او اي عنصر من عناصر التصميم ونتيجة ده ان شاء الله هنقدر ان احنا نخلي التصميم بتاعنا الزوايا بتاعته نقدر نحددها باحترافية تمة وده بيسهل علينا عملية التصميم وعملية ترتيب العناصر الموجودة في التصميم. طبعا كلنا عارفين الاضافات الخاصة ببرنامج اللي هي اللي ما يعرفش الاضافات ديت اللي هي موجودة على القائمة من ناحية اليمين. حتلاقي لها شرحة على القناة وعلى آآ جروب تيليجرام. حتلاقي موجودة الاضافات بالازدارات بتاعتها حسب اصدار اللي انت شغل عليه. من ضمن الاضافات اللي موجودة في اضافة مهمة جدا. اغلبنا مهم لها. ما بنتعرضش لها خالص. والاضافة ديت هي اضافة من قائمة بانه ندخل على حاجة اسمها ومنها بنبدأ نختار عندنا طبعا كلنا ممكن شوفنا الاضافة ديت بس ما عرفناش ايه استخداماتها او ما تعرضناش لاستخداماتها قبل كده او حاسنا ان هي مش مهمة. لكن في الحقيقة ان هي مهمة جدا. زي ما احنا شايفين قدامنا التصميم اللي قدامنا ده بتكون من زوايا مائلة. الزوايا المائلة ديات نقدر نعملها ببرنامج بس بتكون مش باحترافية تامة. خصوصا ان احنا منضطر ان احنا نعمل روتيت للشكل بتاعنا عشان نقدر نزبطه على المسار الخاص بنا. وده في حد ذاته ما بيضبطش الزاوية بطريقة صحيحة بتضطر انك تبدأ تقرب وتصغر او تعمل زوم للشكل وبالتالي ما بيكونش الشكل بنتيجة دقيقة يعني. تعالوا مع بعض نشوف نقدر نستخدم الااداة دي ازاي في تصميم الفلاير اللي قدامنا ده. بالزاوية الموجودة بالخط بالدوير بالحاجات دي كلها. تعالوا نشوف كده نقدر نعمل الكلام ده ازاي. زي ما احنا شايفين مع بعض انا دلوقتي هاخد التصميم بتاعها على جنب عشان نبدأ نشوف التصميم ده احنا نقدر نعمله بالاضافة ديت او بالاداة دي ازاي. اول حاجة احنا هنفرض مسلا ان انا عندي الشكل ده. والشكل ده احنا نقدر نرسمه عادي بشيب زي ما انت شايف للتانجل ومنيرتانجل بنقدر نحرك احد الزاوية اللي خاصة بالشكل بالطريقة دي كده. بنخليه بالشكل ده. طيب. كده ما فيش مشكلة. انا دلوقتي محتاج ان انا جيب الزاوية اللي خاصة دي. ففي واحد هيقولي ان انا عاوز اعمل نفس اللون الاصفر اللي موجود ده انا ممكن اعمله بطريقتين. ان انا ابدأ ارسم عادي واخد نفس الزاوية بالطريقة دي كده. كده. وارسمها بالشكل ده. لكن هلاحظ اني هنا الزاوية هنا مختلفة عن الزاوية هنا. خصوصا لو انا بعد كده جيت اكتب نص او اكتب اي حاجة خالص. حطر ان انا موجود عندي نص في الطريقة دي. حطر اسفا ان انا اعمل له روتيت. وبعد كده حاليا انه مش مزبوط بالطريقة ديت. فاضطر ان انا ارجع اعمل روتيت تاني. وبالشكل ده لحد ما ازبط الشغل بتاعي. وده طبعا الطريقة تاخد مني وقت غير نهية غير دقيقة. طيب تعالوا نرجع تاني ونشوف احنا نقدر نعمل ايه? طبعا كلنا عارفين الاضافة الخاصة اللي هي مسؤولة عن اخذ المقاس الخاص بالتصميم. اه دي فيها ميزة جميلة جدا والميزة ديت ان انا قدر ااخد الزاوية الخاصة بالتصميم بتاعتي فقط من غير ما اخد المقاس. فالكلام ده احصل ازاي? بضغط ضغطينا على الاداة. اه يعني وبعد كده ابص الاقي عندي يعني الخاص بها. فاجي هنا على وهلاقي هنا قيمة صغيرة فيها سهب. بضغط عليها. بعد كده بقول له اعمل لي كوبي انجل اونلي. يعني اعمل لي كوبي للانجل بس. يعني لو انا طبعا عشان رجحها تاخد المياس تاني انا بعمل دفولت. لو انا خدت الكوبي انجل بعد كده هنشوف ازاي نرجحها دفولت. اول حاجة احنا هناخد الكوبي انجل. نعمل اوكي. بعد كده احنا فاتحين عندنا الاضافة هنا موجودة. دي اللي هنشتغل عليها. فانا هعمل ايه? هاخد الزاوية دي وبعد كده الزاوية دي. هلاحز عندي ان هو هنا كتب لي الانجل بتاعتي. عشان ارجع بالانجل بتاعتي للزيرو عشان يرجع التصميم معادي. انا بعمل زيرو. وبعد كده ارجع تاني اخد الانجل بتاعتي. هلاقي الانجل بتاعتي موجودة هنا. وهلاقي هنا في شاشة وهو قال لي ان الزاوية بتاعتك اللون الاحمر اللي موجود ده. طيب. دلوقتي انا عاوز اعمل الريتانجل باللون الاصفر زي ما انت شايف. الريتانجل باللون الاصفر. هبدأ ارسم الريتانجل عادي. الريتانجل اللي عادي عشان نرسمها. هلاحظ ان هي بقت بنفس الزاوية. بالضبط. شايف? بالطريقة دي. فنقدر ان انا اعمل اي? ان انا اقدر اكبر واصغر الزاوية بتاعتي او الشغل بتاعي باي شكل كده. اهو. لحد ما اجيب الشكل بتاعي. وبعد كده ابدأ ادي له اللون بتاعي اللي هو اللون الاصفر. هبص هلاقي بقت عندي الزاوية زي ما انت شايف. اقدر حتى اصغر في نفس الاتجاه. مش مضطر انه نعمل تمام? وده بيكون الشكل معي. طبعا ان الزيادات اللي موجودة خارج التصميم هي ما بتكونش مطبوعة وممكن تبها في البليد. بس احنا بعد كده في سكريبت ان احنا نقدر نطير كل الزيادات اللي موجودة خارج التصميم. طيب بالنسبة للدائرة اللي قدامي. لو احنا جبنا الدائرة دي بعد ما عملناها. فالدائرة دي احنا نعمل زيرو. عشان نبدأ ان احنا آآ نخلي الانجل ترجع للدفولة بتاعها او الاساس بتاعها وبعد كده نبدأ ان احنا نخلي الشاشة نخلي الدايرة دي على التصميم من فوق وبعد كده كده احنا زبطنا الشكل بتاعي. طب احنا محتاجين ان احنا نعمل ونكرر. انا ممكن اعمل لان اعمل شفت يعني عشان اعمله في نفس المسار بينزل تحت. فانا مضطر ان انا ابدأ ان انا كل شوية. اعمل وابدأ ازبط كده على حسب الشكل. طبعا ده هيكون مرهق ومش هيديني نفس النتيجة الدقيقة. فانا بالتالي محتاج ان انا نفس النظام بابدأ ان انا اجيب عندي الاداة. وبعد كده اخد الانجل بتاعتي بالطريقة دي. فهو كتب الانجل. بعد كده لو انا جيت على عنصر بتاعي وعملت له شفت حلاقي ماشي في نفس المسار شايف. في نفس المسار بتاعي بالطريقة دي. اقدر ان انا اخدوه بالطريقة دي. وبعد كده احدد وزود ازبط ازرط يعني في النص. وحتى لو انا اشتغلت على المساواة بين العنصرين يعني تعملوا على نفس المسار. زي ما انت شايف. تمام? تمام? مفيش مشكلة خلص. طيب انا نفس النظام عندي اللون اللي هو الاسود اللي فوق. فنفس الفكرة انا كده كده عندي الانجل. فبالتالي برضو نفس الفكرة براه اعمل عنده الشقل ده كده بالطريقة دية وبعد كده بقدروا نفس الدرجة الاسود. وعند الصورة ما فيش مشكلة خلص في الصورة. هنا نجي بقى لنص اللي موجود قدامي ده. عشان احنا هنا قبل كده عشان نكتب النص مضطرين انا كده على نفس الزاوية. انا دلوقتي على نفس الزاوية. بابدأ ان انا هياخد النص اهو. اي نص انا محتاجه. بعد كده ليني على نفس الزاوية اهو. وبعد كده ابدأ ان انا اكتبه بالطريقة دي. فانا لو خدت ده كوبي او اي نص هاخده كوبي اعمله كنترول فيه هيبدأ عندي بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب تمام. انا لو محتاج ان انا اكتب على اي زاوية مختلفة كل اللي اعمله ان انا ابدأ اجيبي الاداة وابدأ ان انا اعمله على زاوية مختلفة وليكن من الزاوية دي كده. اقول له اعمل لي كده. انا عاوز اكتب على الزاوية دي. فلو جيبت النص. حلقي ان النص اختلف معي على حسب الزاوية اللي انا عاوز اكتبها بالطريقة دي. اهو. تمام? يبقى انا بالتالي ان انا اقدر ان انا مش اي شكل يعني اي شكل حتى لو اي صورة واي حاجة انا اعظر ان انا اشتغل على الشغل بتاعي. شايف? بيمسى على نفس الزاوية. طيب. انا دلوقتي اياه خلصت. وعاوز ارجع عشان اكتب هنا كلام مستقيم. يعني انا دلوقتي اعملت التكست وبعدين كده اعز اكتب فبيديني دايما ميل. فان اعز اكتب كلام مستقيم. ارجع تاني واعمل له هنا زير. ومن الزيرو ابدأ ان انا اكتب الكلام بتاعي المستقيم بالطريقة دي. طيب. اه انا عاوز ازبط زاوية مش لازم ان انا اخد زاوية في عندي زاوية هنا موجودة. عندي تسعين. عندي تلاتين. عندي مية وخمسين. ولو دغط على اي واحد هدغطتين. او بالالت. لو هدغط على الالت مع دغطتين. بالالت مع دغطتين. ابدأ اكتب الزاوية عدويا. نفس النظام عندي هنا الكيبورد. طبعا الكيبورد لما بنجي نحرك العناصر يعني مسلا عنصر زي ده. اللي هو التكست. لما باجي احركه بالكيبورد بالاتجاهات يمين وشمال. فانا دلوقتي بقول لي الكيبورد الحركة اللي بتتنقل من كل ضغطة وضغطة على الزرار بيديني المقاس بتاعها هنا. فانت بقول لك واحد ميلي. فبالتالي لو انا مشيت بتقني نحنية الاتجاه طبعا عند الزاوية تسعين. فبيمشي لتسعين. انا عمل له زيرو عشان امشي بالاتجاهات الطبيعية. فانا اقول له مسلا يمين كل ما اضغط اديني واحد ميلي. فلو تلو خمسة بقت اسرع. لو تلو عشرة بقت اسرع. زي ما انت شايف كده. فانا بالتالي اقدر نفس النظام اعمل اضغط ضغطين على ابدأ ان انا اكتب انا عاوز يمشي قد ايه? كام ميلي? او كام بيكسل او كام صنطي على حسب ما انا اغير الادا بتاعتي. طبعا اه الاداء اللي هي الملي من هنا اعتقد ان هي متغيرة عشان احنا عاملين هنا ملي فلو عملت صنطي هتبدأ تتغير صنطي زي ما انت شايف. فاحنا عاملينها ملي عشان كده هي ملي. طيب تمام ما فيش اي مشاكل كده. انا بقى عاوز ارجع تاني عشان اخد المقاسات بالنسبة للادا ديت. لان الادا دي دلوقتي بتاخد الزاوية فقط. فانا محتاج انا خلاها تاخد المقاسات التاني. فانا اضغط لها دغطتين. وبعد كده ابدأ اجع على الستينجي مانيجر. واقول له ديفولت. اوكي? بعد كده دلوقتي انا اخد المقاس واخد كل حاجة زي ما انت شايف. اهو. تمام? فالادا دي بالنسبة لي اداة جميلة جدا ومميزة. بالنسبة للحاجات الليير خارجة من التصميم بتاعي ده. فيه سكريبت طبعا. هنا. اسمه لأي لير. لو انا ضغط عليه كده وقلت له اوكي او رن. هيبدأ ان هو يقص لأي حاجة موجودة خارجية فالتصميم يكون عندي بالشكل ده. ده كانت معلومة بسيطة جدا. حبيت اشاركها معكم. اه انك تقدر تعمل الشغل بتاعك بطريقة اكتر احترافية. اه وتقدر تستغل الاضافات الخاصة بستوتي جرافيك. ما تكونش احطط على الجهاز عندك كزينة يعني بس وخلاص. لأ فيها اضافات جميلة جدا. نقدر نستخدمها ان احنا نطلع الشغل بتاعنا باحترافية اعلى ودقة اه ممتازة. واشوف كم ان شاء الله في درس قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.